أعزائي الطلاب أرحب بكم أجمل ترحيب ومع درس جديد من دروس التعلم عن بعد بعنوان العصفورة الجزء الأول من دروس مهارة القراءة للصف الخامس فهيا بنا يا أبطال قبل أن نبدأ أتوقع من طالب الذكي في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصيدة قراءة جهرية صحيحة معبرة عن المعنى أن يحدد المعنى العام للقصيدة تحديدا مناسبا أن يستنبط العلاقات الدلالية للمفردات كالترادف والتضاد من السياق أن يستنتج الأفكار الرئيسة والتفاصيل للقصيدة استنتاجا مناسبا تعد قصيدة العصفورة التي بين أيدينا واحدة من الحكايات الشعرية التي يجريها الكاتب على لسان الحيوانات والطير لتقدم لنا في النهاية فائدة وعبرة بأسلوب شائق وجذاب كتبتها كاتبة مصرية اسمها نوال مهنى ولدت عام 1948 ولها مؤلفات كثيرة للأطفال منها أغاني الطفولة أناشيد الطفولة وحاصلة على جوائز متعددة ولقبت شاعرة الصعيد تتحدث هذه القصيدة ذات المعاني الجميلة عن عصفورة لطيفة وفرخها الصغير الذي ارتكب خطأا كاد يودي بحياته إلا أن الأم ضربت لنا مثالا جميلا في الحكمة والعفو تعلمنا منه الشيء الكثير فالأم مثال الحنان وقد وصان الله تعالى بها حيث قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن هيا بنا يا أبطال لنقرأ هذه القصيدة الجميلة الشائقة استمع لهذه القراءة أولا يا بطل العصفورة تنوح وتبكي بكاء الحنون بدمع غزير يذيب الجفون فبين الخمائل فرخ صغير بعش جميل بأعلى الغصون وقد خلفته لوقت قصير ينام سعيدا قرير العيون وعادت إليه فأين تراه وماذا دهاه وأين يكون وظلت تنقب عنه طويلا إلى أن تبدل صمت السكون فتحت الشجيرة فرخ جريح يأن ويبكي بدمع صخين كسير الجناح نزيف الجراح فهبت إليه بقلب حزين وضمت إليها الصغيرة الغريرة وقالت أسأت بكل يقين فقال صدقتي وإني الملوم فلم أصغي حقا لأم حنون وقد خلت نفسي أمير الطيور أجوب السهولة وأطوي الحزون جهلت مكاني وأغفلت قدري دعاني غروري لفعل مشين فقالت سلاما وعفوا صغيري فما كنت يوما بقلبي تهون وهذه التجارب درس مفيد وفيها الفوائد رغم الشجون والآن أنصحك بإيقاف المقطع ومحاكاة القراءة مراعيا معايير القراءة السليمة التي أمامك والآن لنحاول سويا أن نستنتج المعنى العام لهذه القصيدة أي عم تتحدث القصيدة أحسنت يا بطل أسمعك تقول ندم الفرخ الصغير على تصرفه وعفو الأم ذات القلب الرحيم والآن يا بطل أوقف المقطع وقرأ الأبيات المخصصة للنقاش في هذا الدرس متأملا السياق والرموز التعبيرية التي فوق الأبيات لكي تتذوق معانيها ثم أجب عما يأتي أنا متأكد أن الرموز التعبيرية مع السياق قربت لك كثيرا من المعاني في هذه الأبيات والآن هات معنى تنوح في البيت الأول تنوح وتبكي بكاء الحنون أحسنت معناها تبكي بحزن ومعنى كلمة غزير يا بطل في قول الشاعرة بدمع غزير يذيب الجفون حاول النظر إلى الرمز التعبيري الذي فوق كلمة غزير ما هي صفته أحسنت أي بدمع كثير وتذكر دائما نقول الأمطار غزيرة بمعنى كثيرة وكذلك كانت دموع الأم والآن يا بطل مضاد خلفته في البيت الثالث وقد خلفته لوقت قصير لا تتسرع يا بطل المطلوب هنا هو مضاد خلفته عليك في البداية أن تعرف معنى خلفته أحسنت خلفته بمعنى تركته ومضادها أحسنت يا بطل عادت إليه أو رجعت إليه ومعنى قرير في البيت الثالث ينام سعيدا قرير العيون بما أن العصفور كان سعيدا يا بطل ماذا تتوقع أن يكون المعنى أحسنت أي ينام مرتاح البال وما معنى تنقب في البيت الخامس وظلت تنقب عنه طويلا لا بد أنك تسمع مصطلح التنقيب عن النفط تأمل الوجه التعبيري فوق الكلمة ما الذي يمسكه في يده أحسنت إنه يمسك منظارا إذن ما معنى تنقب أحسنت يا بطل أي تبحث ومعنى يأنت في البيت السادس يأنت في البيت السادس يأنت ويبكي بدمع سخين دعني أقربها لك يا بطل من خلال وضعها في جملة وهي سمعت أنين المريض أحسنت لا بد أنك عرفت الآن ما معنى إن أحسنت يا بطل أي يصدر صوتا من الألم وأخيرا ما مفرد كلمة الجراح أحسنت يا بطل مفردها جرح والآن بالاعتماد على ما تم شرحه أيها الذكي اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية أوقف المقطع ثم أجب وهذا السؤال كذلك اقرأ وفكر أحسنت والآن يا بطل أوقف المقطع واقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها لتكتشف الفرق بين الترادف والتضاد أحسنت يا بطل والآن هاتي كلمة من البيت السابق بمعنى تبكي أحسنت يا بطل تنوح هل تؤدي كلمة تنوح وتبكي معنى واحدا أحسنت نعم كأنهما متساويتان في المعنى ماذا نسمي العلاقة بينهما إذن أحسنت إنها علاقة الترادف والترادف يعني أن الكلمتين تؤديان المعنى نفسه والآن يا بطل ما الفرق بين كلمة قصير وطويل في البيتين السابقين تأمل النخلتين اللتين أمامك هل هما بنفس الطول أحسنت لا واحدة طويلة والأخرى قصيرة إذن يوجد فرق كبير بين الكلمتين أحسنت إنهما كلمتان متعاكستان وماذا نسمي العلاقة بين الكلمات المتعاكسة في المعنى أحسنت إنها علاقة التضاد ومن الأمثلة أيضا عليها ليل ونهار وأبيض وأسود والآن يا بطل دعنا نتشارك في حل هذا السؤال صنف الكلمات الآتية من حيث علاقتين الترادف والتضاد تنوح تبكي سعيد حزين جهلت أغفلت خلفته عادت إليه فكر قليلا من خلال إيقاف المقطع أحسنت يا بطل تنوح وتبكي مر معنا تنوح وهو تبكي إذن العلاقة بين الكلمتين هي أحسنت علاقة ترادف وكلمة سعيد وحزين أحسنت العلاقة بينهما هي علاقة تضاد وجهلت وأغفلت أحسنت كلاهما بنفس المعنى إذن العلاقة بينهما علاقة ترادف لأن جهل بمعنى أغفله وكلمة خلفته وعادت إليه أحسنت يا بطل إنها علاقة تضاد فقد مر ذلك سابقا والآن هل أنت مستعد لمناقشة القصيدة أحسنت إذن أجب معي عن هذه الأسئلة التي تتعلق بالأبيات الأربعة الأولى من التي تبكي في البيت الأول ولماذا أحسنت التي تبكي هي الأم لأنها لم تجد فرخها الصغير وأين وضعت الأم فرخها عندما تركته تأمل الأبيات وحاول إخراج الإجابة منها أحسنت يا بطل وضعته في عش جميل فوق غصن شجرة برأيك لماذا تركت الأم صغيرها في العش فكر قليلا يا بني أحسنت تركت الأم صغيرها ليأخذ قصطا من الراحة ولربما ذهبت لتحضر الطعام لفرخها هل وجدت الأم فرخها بعد عودتها إليه لا لم تجده وأخذت تبحث عنه وتنقب وكيف عرفت ذلك أحسنت لأنها تساءلت ما الذي دهاه وأين يكون وما معنى ماذا دهاه أحسنت أي ماذا أصابه والآن بالاستفادة من إجاباتك وبالاستعانة بالرموز التعبيرية الآتية استنبط الفكرة الرئيسة للأبيات انظر وتأمل هذه الرموز التعبيرية يا بطل كون منها فكرة رئيسة لهذه الأبيات أحسنت يا بطل الفكرة الرئيسة هي حزن الأم الشديد واستغرابها لعدم وجود فرخها في العش لاحظ حزن الأم الشديد واستغرابها لعدم وجود الفرخ الصغير في العش والآن هل أنت مستعد لمناقشة هذه الأبيات يا بطل إذن أجب معي عن هذه الأسئلة ماذا فعلت الأم عندما لم تجد فرخها فكر جيدا فالإجابة في الأبيات أحسنت هذه هي الإجابة أخذت تبحث وتنقب عنه طويلا إلى أن وجدته أين وجدت الأم فرخها الصغير يا بطل ابحث عن الإجابة في الأبيات يا بطل أحسنت وجدته تحت إحدى الأشجار وهل قالت الشاعرة شجرة صغيرة أحسنت لا قالت شجيرة ومعناها شجرة صغيرة صف حال الفرخ عندما وجدته الأم أحسنت كذلك تأمل هذه الأبيات فالإجابة موجودة فيها أحسنت يا بطل كان ينزف دما ويبكي لأنه جريح مكسور الجناح والآن بالاستفادة مما سبق وبالاستعانة بالرموز التعبيرية الآتية استنبط الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات لعلك عرفت الفكرة الرئيسة انظر إلى الرموز التعبيرية التي أمامك ماذا يمسك هذا الرمز التعبيري بيده أحسنت إنه يمسك منظار فهو ينقب إذن تنقيب الأم عن فرخها الصغير إلى أن وجدته ينزف ويبكي أحسنت يا بطل والآن جاء دورك يا بطل فأنت تملك إجابات هذه الأسئلة بالاعتماد على ما تم شرحه أوقف المقطع ثم أجب وهذا سؤال سهل آخر أرجح أنك ستجيب عنه والآن هاقد وصلنا إلى نهاية رحلتنا الماتعة بعد أن قمنا بالعديد من التدريبات الرائعة فقرأنا القصيدة قراءة جهرية صحيحة واستنتجنا الفكرة العامة لها وهي ندم الفرخ الصغير على خطأه وعفو الأم ذات القلب الرحيم ثم شرحنا معاني بعض المفردات الجديدة كتنوح وتنقب وقرير وغزير ويئن وأخيرا استخرجنا الأفكار الرئيسة للأبيات القصيدة المخصصة شكرا لكم وإلى اللقاء في درس جديد من دروس التعلم عن بعد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم